بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ورحب بكم أبناء الطلاب الصف الثاني تأهيلي في مادة الرياضيات وإن شاء الله درسنا لهذا اليوم إثراءات لما سبق دراسته في الأسابيع الماضية استخدام الميزان العادي والميزان الإلكتروني في عمليات البيع وكذلك الشراء سوف نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم استخدام الميزان العادي وكذلك الميزان الإلكتروني في عمليات البيع أهداف درسنا أبناء الطلاب أولا أن نتعرف الطالب على كيفية استخدام الميزان الإلكتروني وكذلك الميزان العادي في عمليات البيع الهدف الثاني أن يعرف الطالب الفرق بين الميزان العادي وكذلك الميزان الإلكتروني في عمليات البيع وأيضا أن يقوم الطالب بوزن بعض الأشياء ويكتب أوزانها وكذلك يستخدم الطالب الآلة لحساب بعض الأشياء الموزونة ويقوم بكتابة يام إذا الميزان من الطلاب آلة تستعمل لقياس كتلة الشيء وثقلة إذا الميزان آلة تستعمل لقياس ثقلة الشيء وكتلة وكما تشاهدون أبناء الطلاب لدينا هنا بعض أنواع الموازين المستخدمة في قياس كتلة الأجسام إذا نتعرف على بعض الموازين ومن ثم نتعرف على استخدامات هذه الموازين أبناء الطلاب وكيفية استخدام هذه الموازين لدينا هنا بعض أنواع الموازين كما ذكرنا كما تشاهدون في الصورة الأولى لدينا هنا ميزان ذو كفتين إذن لدينا هنا الميزان الأول كما تشاهدون ميزان ذو الكفتين وهو محد الموازين ومستخدم القياس كتلة الأجسام أيضا لدي الصورة الثانية كما تشاهدون ميزان ذو كفة واحدة رقمي إذن كما تشاهدون كفة واحدة وهنا لدينا المؤشر إذن ميزان ذو كفة واحدة رقمي وأيضا ميزان ذو كفة واحدة بمؤشر هذه هي الكفة وهذا هو المؤشر ابناء الطلاب إذن هذه بعض أنواع الموازين المستخدمة في قياس الكتلة دعوني نتعرف على هذه الموازين وكذلك استخدامات وطريقة استخدام هذه الموازين إذن النشاط الأول في الكتاب المدرسي نقوم بحل هذا النشاط ابناء الطلاب ضع دائرة حول الميزان المستخدم للبيع والشراء في المحلات التجارية ابناء الطلاب عندما نذهب إلى المحلات التجارية لشراء سلعة الماء أو منتج ما هو الميزان المستخدم في المحلات التجارية لنقوم بوزن الفواكه أو الخضروات أو المكسرات أو غيرها من المنتجات هل هو الميزان الأول أم الميزان الثاني إذن هنا الميزان الأول رقم واحد وهنا الميزان رقم اثنان ما هو الميزان المستخدم للبيع والشراء في المحلات التجارية أو ما هو الميزان الذي نشاهده دائما عندما نذهب إلى المحلات التجارية أحسنتم إذن دائما ابناء الطلاب نشاهد الميزان رقم واحد هو الميزان المستخدم في عمليات البيع والشراء وهو الميزان المستخدم في المحلات التجارية للعمليات البيع والشراء وهو ميزان إلكتروني إذن نقوم بوضع دائرة على هذا الميزان رقم واحد الميزان رقم اثنان بناء الطلاب ماذا يستخدم هذا الميزان وفي ماذا يستخدم حسنتم إذن هذا الميزان يستخدم القياس كتلة جسم الإنسان إذن المطلوب هنا ما هو الميزان المستخدم في محلات التجارية ما هو الميزان المستخدم في محلات التجارية إذن هو ميزان رقم واحد وقومنا بوضع دائرة حول هذا الميزان وهذا ميزان إلكتروني ابناء الطلاب هذا ميزان إلكتروني في هذه الصورة بعض أشكال الميزان المستخدم في البيع والشراء دعونا نتعرف على هذه الموازين وما هي استخدامات هذه الموازين وكيفية استخدام هذه الموازين ابناء الطلاب لدينا هنا في الصورة الأولى ميزان إلكتروني رقمي يستخدم لقياس كتلة الأجسام هذا هو الميزان الإلكتروني إذن ميزان رقم واحد هو ميزان إلكتروني كما تشاهدون هنا هذه كفة الميزان وأيضا المؤشر لقراءة ثقيل الآن الجسم الموجودة على هذه الكفة إذن هذا ميزان إلكتروني الميزان الآخر بناء الطلاب لديه هنا ميزان العادي ميزان العادي ذو المؤشر كما تشاهدون هنا هذا هو المؤشر كيفية استخدام هذه الموازين لكيف نستخدم بناء الطلاب هذه الموازين أحسنتم إذا الميزان الإلكتروني نقوم بوضع السلعة أو المادة المطلوبة عندما نقوم مثلا بطلب التفاح عندما نقوم بطلب ماذا؟ التفاح أو نقوم بطلب خمسة كيلو أو ستة كيلو تفاح إذا نقوم بوضع التفاح على كفة الميزان بهذا الشكل إذا نقوم بوضع التفاح على كفة الميزان بهذا الشكل بناء الطلاب إذا نقوم بوضع التفاح عندما مثلا أطلب أربع كيلو فإن الباع يقوم بوضع التفاح على كفة الميزان ومن ثم تظهر قراءة ما قمت بطلبي على المؤشر كما ذكرنا عندما نطلب أربع كيلو مثلا فهنا عندما يصل المؤشر إلى أربع كيلو فإن الباع يتوقف عن وضع التفاح على الميزان عندما أطلب أربع كيلو بناء الطلاف فإن الباع يتوقف عن ماذا؟ عن وضع عندما يصل المؤشر هنا إلى أربع فإن الباع يقوم بالتوقف عن وضع التفاح إذن وصلت إلى الكمية المطوبة هنا نقوم بوضع المادة المطوبة على كفة الميزان ومن ثم نقوم بقراءة الوزن لهذه السلعة أو هذا المنتج من خلال المؤشر إذن هكذا نستخدم الميزان الإلكتروني بهذه الطريقة منها الطلاب أيضا لديه هنا الميزان ذو الكفة الواحدة بمؤشر ميزان ذو كفة واحدة بمؤشر أيضا نقوم هنا الطلاب بوضع المنتج أو المادة المطلوبة عندما أطلب مثلا هنا التفاح أيضا نقوم بوضع التفاح في كفة هذا الميزان إذن نقوم بوضع التفاح في هذه الكفة عندما أطلب مثلا هنا خمسة كيلو فإن الباع يقوم بوضع التفاح حتى يصل المؤشر ابناء الطلاب يتحرك المؤشر إلى الخمسة كيلو باتجاه اليمين بهذا الشكل حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الخمسة كيلو ومن ثم يقوم التوقف عندما يصل المؤشر هنا ابناء الطلاب على الخمسة كيلو فإن الباع يتوقف عن وضع كمية من التفاح في هذا الميزان إذن ابناء الطلاب هذا هو الميزان الإلكتروني في الصورة كما تشاهدون هذا هو ميزان إلكتروني نتعرف على قراءة المؤشر من خلال الرقم الذي يضح في المؤشر وأيضا لدينا هنا الميزان العادي ذو المؤشر كما تشاهدون كفة هذا الميزان وكذلك المؤشر لهذا الميزان وهذه هي ابناء الطلاب طريقة استخدام هذه الموازين في عمليات البيع والشراء إذن تعرفنا على الميزان الإلكتروني وكذلك الميزان العادي أيهما أدقى ابناء الطلاب الميزان العادي أم الميزان الإلكتروني أحسنتم إذن الميزان الإلكتروني هو ميزان دقيق تظهر هنا قراءة المؤشر بشكل دقيق إذن الإلكتروني وكذلك الميزان العادي هنا نقرأ من خلال المؤشر ولكن الميزان الإلكتروني أدق في عمليات البيع والشراء إذن طريقة استخدام الميزان في عملية البيع والشراء كما تشاهدون لدينا ابناء الطلاب هذا الميزان يريد أن نتعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام الميزان ما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام الميزان؟ أولا وضع الميزان على قاعدة ثابتة وعلى سطح مستوي إذن وضع الميزان على قاعدة ثابتة وسطح مستوي لذلك يكون السطح ثابت وأيضا غير مائل عدم تحميل الميزان بأكثر من حمولة القصوى إذن ابناء الطلاب عندما نضع بعض المواجد على كفة الميزان فإن لكل ميزان حمولة قصوى بعض المواجدين يتحمل 20 كيلو والبعض 10 كيلو إذن نقوم بوضع الكمية التي لا تؤثر على قراءة هذا الميزان وعدم تحميله بأكثر من حمولة القصوى أيضا التثبت من بيان الصفر مهمة ابناء الطلاب التثبت من ماذا؟ من بيان الصفر التثبت من بيان الصفر إذن هذه ابناء الطلاب هي الطريقة الصحيحة لاستخدام الميزان أولا وضع الميزان على القاعدة الثابتة وسط حمسة وكما ذكرنا وأيضا عدم تحميل الميزان بأكثر من حمولتها قصوى وتثبت من بيان الصفر مهمة ابناء الطلاب التثبت من بيان الصفر قبل استخدام الميزان النشاط الثاني ضع علامة صحيح تحت الميزان الجاهز للاستخدام ما هو الميزان الجاهز للاستخدام من بين هذه الموازين ابناء الطلاب نتعرف على الميزان الجاهز للاستخدام هنا الميزان الأول وميزان الثاني وكذلك الميزان الثالث أيهما جاهز للاستخدام ولماذا؟ نشاهد الميزان الأول هل هو جاهز للاستخدام؟ أحسنتم إذن هذا الميزان غير جاهز للإستخدام لماذا؟ كما ذكرنا لابد من التثبت من بيان الصفر نشاهد هنا بيان الصفر لديه هنا رقم إذن هذا الميزان غير جاهز للإستخدام لابد أن يكون المؤشر صفر لاستخدام هذا الميزان إذن هذا الميزان من الطلاب غير جاهز للإستخدام كما تشاهدون لدينا هنا 2 كيلو وعدم وجود مادة عليه إذن هذا الميزان غير جاهز للإستخدام الميزان الثاني هل هو جاهز للاستخدام أم لا أحسنتم أيضا كما تشاهدون هنا المؤشر يوجد قراءة 1 كيلو جرام وكذلك وجود مواد على كفة هذا الميزان قبل عملية الاستخدام إذن هذا الميزان غير جاهز للاستخدام الميزان الثالث هيا يا شباب إذن الميزان الثالث نقوم باستثبت بيان الصفر إذن أحسنتم هنا كما تشاهدون الرقم صفر إذن تثبتنا من البيان الصفري للمؤشر والقراءة وكذلك عدم وجود مواد على كفة هذا الميزان إذن الميزان الثالث هو الميزان الجاهز للاستخدام إذن نقوم بوضع نؤشر على هذا الميزان وهو الميزان الجاهز للاستخدام كما تشاهدون تثبتنا من بيان الصفر المؤشر هنا صفر وكذلك عدم وجود مواد على كفة هذا الميزان الميزان الأول كما تشاهدون بيان الصفر 2 إذن غير جاهز الميزان الثاني وجود مواد على كفة هذا الميزان وكذلك وجود قراءة في المؤشر إذن يكون هذا الميزان غير جاهز للاستخدام إذن تعرف الأبناء الطلاب على كيفية استخدام هذه الموازين وكذلك التعرف على الميزان الجاهز للاستخدام من خلال قراءتنا لهذه الموازين النشاط الثالث أكتب وزن كل السلعة مما يلي نريد أن نتعرف على أوزان هذه السلعة من خلال قراءة ماذا؟ من خلال قراءة المؤشر لهذه الموازين كيف نتعرف على قراءة هذه الموازين للابناء الطلاب؟ لدينا هنا وزن التفاح ولدينا هنا كما تشاهدون هذا الميزان ووجود التفاح على كفة هذا الميزان كيف نتعرف على وزن التفاح يا شباب احسنتم من خلال القراءة قراءة المؤشر لهذا الميزان وزن التفاح هو ثلاثة كيلو ونصف كيلو من التفاح اذا نقرأ المؤشر كيف تعرفنا على هذا الوزن من خلال قراءة المؤشر لهذا الميزان اذا وزن التفاح ثلاثة ونصف كيلو قرام وزن الليمون ابناء الطلاب هيا شباب وزن الليمون كيف نتعرف على وزن الليمون ايضا من خلال قراءة المؤشر لهذا ميزان احسنتم اثنان كيلو اذا نقوم بكتابة وزن الليمون اثنان كيلو قرام هيا شباب بقي لدينا وزن المكسرات كيف نتعرف على وزن المكسرات من خلال ايضا قراءة مؤشر هذا الميزان كما تشاهدون هنا 700 قرام نقوم بكتابة وزن المكسرات هنا 700 قرام ونحل بقية الانشطة بهذا الشكل نتعرف على وزن هذه المواد من خلال قراءة المؤشر ونقوم بكتابتها وفي الختام اشكركم ابناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة